السلام عليكم اخوان ومرحبا الاصدقائي احبا اعطيكم نصيحة حول وضع الاعشاش للكناري وخصوصا الحسون يعديد الاخوة اصدقائي من شهد الانثى تبحث على مواد التعشيش لتبني العش فوضع لها مباشرة مواد التعشيش ووضع حتى العش اصدقائي وطبعا الانثى سوف تكون يعني من الشاكرين وبدأت في بناء العش ووضعت طبعا البيض والمربي اصبح فرحا مصرورا اصدقائي ولكن البيض بعد مدة عندما يعني اراد المربي ان يشاهد البيض ملقح حملاه بعد سبعة او ستة ايام وجد البيض غير ملقح اصفر من الداخل لماذا اصدقائي طبعا لان الذكر لم يكن جاهزا لتلقيح الانثى وهذه معذلة 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 اصدقائي حلو العربية الفصحة معذلة هذه معذلة يقع فيها بعض مربي التيور دائما يفكرون في ان الانثى جاهزة ولا ينتبهون لدور الذكر في تلقيح الانثى وطبعا البيض يا اخوان نصيحتي نصيحتي خذوها مني عن تجربة يعني يعني ما نحطوا مواد التعشيش خصوصا مواد التعشيش الا من التأكد من ان كل علامات الجهوزية واضحة على الذكر لان الذكر هو الذي سوف يلقح الانثى والانثى دورها بناء العش ووضع البيض والانثى تضاع يعني البيض حتى بدون الذكر معها او ذكر جاهز اذن اصدقائي لماذا نخسر موسم او نخسر عش كامل خصوصا اذا كانت تفارات حسون او حتى حسون كلاسيك او حتى كناري لماذا نخسروا هذا البطن اصدقائي لو كنحاولوا اصدقائي اذا كان الانثى جاهزة وتريد ان تبني العش والذكر يعني نصف على نصف جهوزية يعني بوادر جهوزية ولكن ليس جهوزية تامة على الاقل يا اصدقائي حاولوا ما نحطوش مواد التعشيش خلي الانثى اذا كانت في السلاكة تبحث فترة طويلة وتأخذ فترة طويلة في بناء العش خليها تأخذ فترة طويلة حتى الذكر يكون جاهز وهكذا ان شاء الله يعني نربحه يعني تلقيحة البيض بمعنى اذا كان الانثى جاهزة وتبحث على اي خيط وتذهب به الى مكان التعشيش ونحنا متأكدين من ان الذكر ما هو جاهز مئة في المئة يا اخويا خليوها ما نعطوش لقطن لخيوت خليها تأخذ فترة طويلة تصل حتى شهر ونصف او شهر او حسب الفترة ما نشوفه الذكر يعني الجهوزية متاعه وقتها عندما نتأكد من ان الذكر اصبح جاهزا وعلامات الجهوزية معروفة اصدقائي هي التغريد القوي الذهاب الى مكان العش و يعني المقوث فيه والمنداء على انثيه بصوت معروف لدى المربي الطيور الذكر يريد ان يلتحق بالانثة الذكر عندما يجد قطن او خيط يأخذه يعني ويبدأ بالرفرفة بجناحيه والانتفاخ عليه والرفرفة يعني والارتعاش وهي علامة على ان الذكر جاهز وقتها اصدقائي نتأكد من ان كل يعني من الزوج اصبح جاهزا ووقتها نضع مواد التعشيش اذا يا اخوان رأوا لازم الذكر يكون جاهز يعني باش يعني كي تكون يكون البيض ملقح اذا يعني الذكر يكون جاهز ينتظر الانثة عادي اذا كان ما هيش جاهزة انما العكس الانثة جاهزة تبني العش ولا تمتظر الذكر هذا هو الفيديو اليوم اصدقائي نحبكم عنها تكونوا اذكاء من التسرع ووضع الخيوط بدون ان نعرف ان كان الذكر جاهز ام لا لان اصدقائي رأي تربيط التيور لازم يكون الذكاء المربي له دور في انجاح الموسم الخاص به لماذا لان مثلا تقدر يكون عندك سلاكة او حتى قفص اقفاص حط فيها عشرة ازواج وفي الاخير الناتج يكون قليل جدا وممكن يكون عندك زوج او زوجين او ذكر او اكثر من الانثة ويكون الناتج اكثر من اللي عنده خمسة وعشرة ازواج لماذا؟ لان التفكير صحيح والاتلاع ومعرفة التيور يعني الخصائص امتيحة لها دور في انجاح موسم الانتاج هذا هو الفيديو اليوم اصدقائي ان شاء الله كنت فهمتوا الموضوع هذا وتحياتي السلام عليكم اشتركوا في القناة